كنت بتابع الترنت اللي كان على تويتر وكان عامل دجة كبيرة جدا اللي هو السوريين منورين مصري طبعا انت عارفين سبب الموضوع سببه ان كان في واحد مصري فتح مطعم عادي جدا بس مسميه ارتغل الكلام ده في مرسى ما تروح في مصر فليه وليه يسميه ارتغل طبعا ده عميل وعنده مشكلة واكيد بيمول ارهاب في مصر وازاي مجرد بس انه منسمي المطعم بتاعه ارتغل طبعا قالوا عليه سوري وهو مصري واولاده مصريين واصلوه مصرية يعني ليس له علاقة بالسوريين بتاة تاني لكن هم استغللوا الموضوع والناس المقربة من السلطة اه اتكلموا على ان السوريين بقى خلاص بقى وضعهم يعني هم بيدعوا ده يعني وبيقولوا ده ان وضع السوريين الان وضعهم بقى احسن من اللي فات وعليهم بقى ان هم يرجعوا بلدهم طب ليه السوريين ده في الوقت ده بالذات ليه مصر على فكرة بتستغل وضع السوريين جدا استغلال فضيع يعني الحكومة المصرية رؤية بتاخد على اللاجئين السوريين فلوس لا تعد ولا تحصل لسه اخدى في 2019 الاول شهور في مارس اخدى حوالي 150 او 151 مليون دولار من المجتمع الدولي واخدى مبلغ اخر تخطى 380 مليون دولار كل ده عشان السوريين الموجودين في مصر وبيطلع رأس النظام دلوقتي المصري يتكلم ان هو عنده 5 مليون لاجئ سوري طبعا هو العدد مش واصل لكده هو العدد كبير لكن مش واصل لكده ابدا يعني على اقصى تقدير 700 الف لاجئ سوريين ما وصلوا مليون لسه لسه ما وصلواش مليون لكن ليه في الوقت ده تستغربي تساؤلات كتير لكن الحملة دي سبحان الله يعني اظهرت محاسم السوريين في مصر مرة اخرى وخلت التعاطف الشعبي يحصل مما كانوا عايزين يحصل حقد شعبي من المصريين على السوريين السوريين على فكرة نجحين جدا تتخيلوا ان في 2018 في 9 شهر بس من يناير يعني من اول واحد لحد شهر 9 في 2018 بنوا 818 شركة انتوا عارفين يعني نجحين عاملين اقتصاد رائع يعني عاملين جو عاملين محلات عاملين مطاعم عاملين شركات اظن هنه اللي بمصر مش لاجئين يعني مش اللاجئين اللي هنه بيطلبوا معونات من ال يعني اظن معظم او الاغلب من هال700 الف هنه ناس مثل كانوا مهاجرين يعني اجوا بفلوسهم عملوا شغل فتحوا مثل ما قلتي معامل ومحلات واستقروا يعني هنه ساهموا مع الاقتصاد المصري ما اخدوا من الاقتصاد المصري وكتير من المنصفين يعني الاعلامين المنصفين مش كلهم والشعب وعا السوشال ميديا فعلا بيّنوا يعني بعد هالحملة هاي اللي هي من اللي مع النظام او مع السيسي الشعب رد عليها رد كتير حلو وانا نفس الشيعة بيستغري ما برش بها الفترة مو بس بمصر حتى بلبنان يعني كمان من يومين كمان جبران باسي كان مصرح تصريح ضد اللاجئين السوريين وكل فترة يعني بعض من الاعلاميين اللبنانيين والصحف اللبنانية بتطلع تقارير مستفزة يعني مرة انه اللاجئين ما بيعرفوا قواعد السير لانه هني ما عندهم فحوادث السير سببها اللاجئين امراض السرطان وامراض بسبب انه يعني امراض بيئية مثلا ناتج عن تلوث بيقلك لا هاي بسببها السوريين فبيستفزوا لكن بيطلع لهم من الشعب من الاعلاميين المنصفين المحقين بترد عليهم بترندات تانية فكمان نفس الشيء بلبنان طلعوا بعض الاعلاميين بترند انه ضد الكراهية ضد السوريين ضد العنصرية ضد يعني هاشتاك ضد الكراهية للسوريين فكل فترة هيك حتى بالاردن نفس الشيء بيصير فيه استفزازات مو بعرف هل هي سياسة من الحكومة انه تطلع كل فترة لحتى تجس نبض الشعب ولا عشانت تحصل على مبالغة اكتر يعني كل ما هيقول انا عندي لاجئين انا عندي اعداد ده انا عندي ده انا بعاني فدوني اوعى بمهدو شيء للنظام انه الوضع مستقر وارجعوا يعني هاي الفكرة كتير خطيرة لانه فعليا الوضع ما انه مستقر يعني حتى مناطق المسيطر عليها النظام صحي كانت مناطق المسيطر عليها المعارضة اكتر وهلأ قلت يعني وانحصرت لمنطقة ادلب وما حولها ولكن مناطق النظام ما زال فيها غير امن يعني غير امن افترضنا ان المناطق كانت امنة والامنة مستقر افتراضا كيف تتم العودة العودة عليه اساس لو ما فيش اي مسكن او مأوى ليهم يعني لما حيعود حل هو حيتم قبوله وحيتم بشكل طبيعي يعني مش حيتم محاسبته مرات مجرد شخص خلينا نقوله احنا عادي جدا نطلع من بلاده وبعضين لما نجي انا بنقولك هيا ارجع تم الدولة تعلن على ان هو يرجع لما يرجع حيتم محاسبته حينظروا لان هو كان جد فترة من الفترات كان معارض فلازم ان احنا نحاسبوه وتصبح القضية سياسية وتصبح العائلة في تشرد اكبر من اللي كانوا عليه يعني في اي دولة كانوا موجودين فهيا ما فيش اي حد يعني ينظر لها نهائيا النقطة هذه غير امن تماما يعني كثير بيطلعوا نظام دعاية عودوا للبلد ارجعوا الوضع مستقر لكن لما بتسمع على ارض الواقع الشباب اللي في منهم كثير على الحواجز بيعتقلوهم مثل ما قلتي بيصير في تحقيقات في ناس طلعوا في ناس ما طلعوا لسه فلسه الوضع غير امن يعني حتى لو مثلا مناطق ما فيها قصف لسه لكن غير امنة سياسيا غير مريحة حتى اقتصاديا كمان غير امنة امنيا هي غير 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 صالحة لانه الواحد ما صار لاجئ الا لما انتفت المسألة بتاعت امنه الشخصي صحيح لذلك يعني انا افكر انه هي مش الحكومة عايزة الشعب السوري يرجع لسوريا هي لديها مقارب اخرى زي ما انت قلت سيد فيروس انه المجتمع الدولي بيدعم الدول المتودن بها اخواتنا السوريين يعني حتى السودان يعني في تقريبا من 250 الف ل 450 الف لاجئ السوري دخل السودان عدد بسيط منهم دخل مع رأس مال وماشاء الله هم مناشة غيلة الفتح دكان الان ماشي بتدرج واخواتنا في مصر ردوا عليهم انه العامل احنا في مطاعم الاخوة السوريين 90% من العمال مصريين صحيح يعني اسهامهم كبير جدا في الاقتصاد في كل الاماكن اللي راحوا لها حتى يعني احنا في سودان بنقول الاخوة السوريين شكرا جزيلا انكم جيتوا في حاجات طيبة جبتوها معاكم والله اكلات ما بحرف احنا ما عندنا ثقافة حالة جبن ما حالة جبن انا شخصيا اكتشفتها لما حالة جبن مشهورة يعني اكلتها برا سودان اما داخل سودان جبن والشورم السوري يعني الا الشورم والشورم تماما هي الثقافات كلها يعني حتى بالله مترابطة فاللاجئ هو شخص انا فيه تعريفه انه هو شخص ترك بلده مجبر صحيح ما حيرجع للبلد دي ما لم الاجبار اللي هو الخوف او الحروب او الدولة مثلا تكون طالباهو او خلافه ما لم تنتفي الاسباب ديت يعني كل انا ما حالة رجعه وبعدين حق اللجوه ده يا جماعة ده بيكفلوا الانسانية قبل ما تكفلوا القوانين حتى الاسلام يعني القرآن بيقول ايه وان احد من المشركين استجارك فاجره يعني ربنا سبحانه وتعالى بيقول كده حتى لو هو مشرك ليس على الدين لكنه يعني عايز امان فاجره حتى يسمع الكلام الله ثم ابلغه مأمنه يعني كمان امنه وطمنه هو دي دي حقوق اللجوء اللي ضمنه في القرآن الكريم وقبل القرآن كانت الديانات السماوية ايضا بتحس يعني اذا موضوع اللاجئ ده بجد اهم حاجه يكون في مأمن بس تسألي احنا هنا اه يعني انا مصرية سودانية سورية ليبية احنا الجنسيات المختلفة احنا ليه مش في بلادنا احنا ايضا لاجئين بس هل اللاجئ بيكون فعلا في مأمن هي دي الفكرة بقى الجزء النفسي من فترة كان خاطر عبالي انه يعني كلمة اللاجئ هي قانونيا حتى لما في 1951 يمكن طلعت المنظمة للاجئين عرفت انه اللاجئ اللي هو بيهرب من بلده مضطهد بيكون سياسيا او بسبب اضطهاد ديني او عرقي او حرب بس ما بعرف حس كلمة اللاجئ صارت يعني بالسوشال ميديا او بالاعلام كلمة شوي ممكن بتجرح يمكن لان بسبب الاعلام عم يتعامل معها بطريقة او يعني عم يعنصرها فكنت عم فكر انه لو لو منطلق حملات بدال كلمة لاجئ نقول مهاجر يعني حتى المهاجر هلأ حتى هي قانونيا تعريف المهاجر مختلف عن اللاجئ مستلاقي له حقوق اكثر هو قانونيا لازم يكون لاجئ يعني هو مفروض يكون حاسس انه عنده افضلية تماما انا عم قول يعني قانونيا ضلوا لاجئ ضلوا اسمه لاجئ حتى الوثيقة اللجوء ينكتب عليها مشان متما تفضلت ياخد حقوقه لكن قصدي انا على السوشال ميديا بالمجتمع حتى لما بده يندمج مع المجتمع اللي ايجا مثلا بتركيا او بمصر او بالسودان او باوروبا ينقال عليه كلمة مهاجر يعني حتى احنا بالدين عنا الانصار والمهاجرين مربوطة عنا الكلمة بالاخوة صح هيك كلمة ألطف فهي بتأول شي للمهاجر للاجئ بتعطيه هيك امان اكتر وطمأنينة اكتر انه انت يعني ضيف عنا مهاجر وللمواطنين بالاصليين بالبلد بصيرو هن حتى يعني بتعاملوا مع هالمهاجر هات بطريقة تانية انه انت ضيف وانحنا نكرمكنا خليك تندمج معانا مش عبق انت علينا ما انت جاية تاكل من رزقتنا ولا تتقاسم معنا الهوى فيمكن كمان الكلمة هي لو هيك عبر التواصل الاجتماعي بدال مثلا لما يصير في مشكلة بمصر او بلبنان او بغيره انه هاشتاج للاجئين حقوق اللاجئين احنا مع اللاجئين يعني لو هيك ما بعرف تستبدل بانه مهاجرين يا حلوة بس انا بصراحة يعني حسن نحنا هنعمق الفكرة جوه اللاجئ اكتر انه بلاش الكلمة دي خلي بالك ما تقولهاش بالعاكس انت لازم انت تشعر ان انت لولا اختلافك مع نظام مثلا قمعي او مع مع انت كممكن تسير في عجلة الظلم او مع القمع لكنك رفضت او ابدا لو انت طالع مثلا لاجئ لاسباب سياسية او لاسباب دينية هل انت مقتنع بالفكرة بتاعتك اللي اختلفت بيا مع النظام ده ولا لا طالما مقتنع خلاص اشعر بفخر انت ما صرتش مع الناس زي ما هم مرشين او مشيت امورك زي ما بنقوله بالمصر مرديت بالاستبداد بالزبط انت كنت يعني مش حابب ده كله طبعا انا بتحدث عن اللي لاجئ لاسباب دينية او اسباب سياسية او مشابه اللي بيبقى فيه تعرض ليه بأزة او لأسرته فهو مضطر ان هو يلجأ لدولة اخرى امنة طبعا انتي ايه اشرت يمي الموضوع الامتة كان القانون بالزبط تمان تم تجديد قانون اللاجئين بعدها في فترة بعد الحرب العالمية الاولى 51 عملوا سنة 67 كمان دول زيادة دخلت في هذا البطور بقى 142 دول الان فيهم لجوء لكن في دول بصراحة يعني مش بتاعتي اللاجئ حقه كتير كتير من الدول مو بس ما بتاعتي اللاجئ حقه يعني يعني حتى هو دول كمان للأسف عربية واسلامية يعني منه فينا لما مش لجوء حتى يعني لو هجرة وانه طلب الرزق فيها ممكن تعيشي فيها 40 سنة وتطلعي يعني اذا استغنوا عن خدماتك يا ممكن يعطوكي حقوقك اما ممكن ما يعطوكي حقوقك تطلع منها مثل الغريبة وتكون يعايشة فيها عمر وفي ناس يعني شباب راحوا وتجوزوا جابوا ولادهم ولادهم خلفوا ومرتبطين بهي البلدان يعني ارتباط كتير وثيق ومع ذلك يعني بلحظة خلص انتهى الشغل كفيل قال له خلص انا ما لك عندي شي دار ضهره ومشي يعني فهي كمان بتحس بالنفس اكتر وبتخلي الناس كتير تفكر يعني بعد ما صارت هالأحداث انه وين الدولة اللي بتعطيني حقوق واللي انا لما بقعد فيها بتعطيني اقامة دائمة وبتجنسني بتعطيني حقوق بس للأسف الدول اللي هي بتعطي بتمنح الجنسية بعد اقامة فترة معينة هي دول اوروبية وكندا وامريكا يعني فبعب يضطروا السوريين وغيرهم اللي عم يطلعوا من بلادهم انه يلجأوا لهالبلدان كنا منتمنى لو بدال اوروبا يكون الدول العربية الاسلامية تستفيد من هالطاقات ومنهم هني عرب ومسلمين يعني الاندماج سهل مع هيك بيئات مع هيك بيئات وانه عاشوا فترة 30 سنة و40 سنة ليه ما ياخدوا جنسية مع الاسف هالدول يعني بتاخد عصارة شباب كل واحد من الناس اللي بتكون متوادة داخلها وخبراتهم وفي لحظة شكرا جزيلا يا ماي ده لو انت حظك كويس يعني يعني انا في بلد السودان دول مجاوردين كتير اتبنت على اكتاف الشعب السوداني وشعوب مجاورة للسودان بس في لحظة الواحد بيلاقي نفسه انه انت تم إلغاء اغامتك بلا حقوق وعندك 24 ساعة تغادر البلد بالرغم انه زي ما قلت يا مايتج معنا اولا الدين والعروبة والجوار حتى النسب يعني بس النقاط دي كلها ما عندها حساب ولا عندها اعتبار بس يمكن عشان تم طلعين حزبي الله ونعم الوكيل بقالك ثلاث ايام على السعودية مدمرين وهم مدمرين حزبي الله ونعم الوكيل لسه احنا بدينها عشان هم اديهم ملوثة بالدم في السودان وكل الدنيا شافت لكن انه شخص يكون متواجد بدولة زي المملكة العربية السعودية خمسين سنة وفي اخر لحظة يرجع السودان فقط يضوبك عامل له بيت قسمه على اثنين نص ما اديه ايجار ونص ثاني ساكن حرام حرام وكفاءات يعني انا متأكدة حتى اذا اخذنا عامل بسيط عامل حدادة مثلا من سوريا كان موجود في السعودية او في غير من دول الخليج نفس المعاناة نعم يا تدين اللي بيخلي الشخص يمسك جوازك يا فيروس او بطاقتك او اغامتك انك انك ما تتحركي الا بمشهورتي انا انا الكافيل بتاعك ربنا سبحانه وتعالى هو كافيل كل الناس اكيد ليه نحنا بنمشي بعيد ونهاجر للمجهول ونلجأ للمجهول وثقافات مختلفة وأديان مختلفة ايوة والواحد يكون عنده اولاد او انت نفسك تلقي نفسك في هولندا في فرنسا في بلجيكا اللغة مختلفة لازم عشان انت تاخدي يدوبك حتى في الملاجئة اللي معمولة لازم تتعلم اللغة لازم 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 حجابك ما حجابك قصص احنا عارفناها تماما وين بتودي فمطرين نلجأ ما لم يلدان يكون فيها شوية تعقل يعني الرئيس او الحاكم الكافر العادل عنده مكان عربنا سبحانه وتعالى من المسلم الظالم نعم خيره وما اكثرهم يعني وما اكثرهم حتى اللي بيحصل في ليبيا الان يعني احنا متشاقين معاه بسبب الحدود المفتوحة بين ليبيا والسودان يعني بدينا نحنا تدفقات لاجئين من دول الشرق افريقيا توصل للسودان ومن السودان بيتحركوا معها كمان تدفقات سودانية بيعبروا الصحراء لليبيا وبتكون ليبي هي محطة تحت المعبر هنا في معاناة مشتركة سوداني على اثيوبي على جيبوتي على الليبي نفسه يعني وجود عدد نفترض 500 مهاجر ركبوا العربات والكاميونات وراحوا وصلوا ليبيا عشان ايعدوا من البحر في الاقتصاد بتأثر حتى يعني فعلا أنا شخص الليبي انا افتكر انه لو حاج يحتاج انه حاجينا زحمة في البلد وحصلت مشاكل لسودانيين كثيرة انه يتمسكوا والان في فرصة لاشخاص اللي هم انا ما بحب اسميهم تجارة بالبشر لكنهم فعلا تجارة بالبشر يعني تجارة بالبشر ما احترموا ادنى حقوق للانسان في عائلات دفعت فدية حياتها كانت فيها دفعت فدية لابناء في ليبيا بالرغم انه العصابات هي ما ليبيا لكن في الاعلام انه عصابات ليبيا فالناس الرجعت من الموت احنا بنسميهم قدروا يرجعوا عبر السفارة مع الاسف سفاراتنا كلها ضعيفة بيحكوا انه والله الناس اللي كانوا مأسكننا وسايدننا ما ليبيين من دول جوار افريقي بس وجدوا مرتع عدم القانون وعدم الدولة الموجودة في ليبيا الفوضى الموجودة هي اثرت يعني انا شايف ان اثرت تأثير كبير اكيد خصوصا يعني موضوع الهجرة اني نشوفيه بشكل عام احيانا بصراحة لو انا داخل بلادي ما عنديش اي حقوق حقوقي معدومة يتم تعدي على كل شيء على حقوقي بسبب شيني بسبب فوضى صارت في البلاد الفوضى هي اني كمواطن ملياش اي علاقة فا هي فوضى كانت كل شيء من خلال هذه الفوضى كان ممكن نقوله بسبب مناصب بسبب وصول الى كرسي معين بسبب اختلاف الاختلاف يكون يا اما قبلي خصوصا ليبيا ليبيا فموضوع القبلية يحكم بشكل كبير يعني فهي لها الاساس مع وجود كمية السلاح انا كمواطن مليكتش اي وجود ونحس ان انا داخل بلادي لاجئ فلو انا في بلادي لاجئ انفضل ان انا نطع لأي دولة نشوفها مرات حتى لو كان مش هتأمني بشكل كبير بس افضل افضل يعني احنا كنا حكينا من شوية تحت الهواب بخصوص دكتور ليبي انا بجد يعني اكتر موضوع صار في وسائل التواصل الاجتماعي ضيقني جدا ان دكتور كاسم معروف جدا بين امريكا وبريطانيا وعدد من الدول ليه مكانة في الدول الاوروبية وما فيش حد كان يتوقع ان الدكتور هذا في حداته ريبي سيب كل شيء سيب مكانته واسمه وراحته النفسية وجانب الامني ورجع لليبيا بسبب الظروف التي تعيشها وان هي بحاجة لأطباء مثل هذا لما جاي قعد فترة جدا كثيرة في ليبيا خلال فترة تم اعتداء عليه مرتين في المرة الاولى تم تدمير المصحة بالكامل اللي هي العيادة الموجود فيها بسبب اختلافات سياسية وقبلية الاختلاف الثاني تم تتعدي عليه في شخصها تتعدي عليه وتتعدي عليه عيدها اللي يوجعك في الموضوع انه لما يطلع الدكتور في بد مباشر وعلى صفحة الشخصية والصفحة يتبحى الملايين من الناس ويقول انا في وسط بلادي معاش نقدر نعيش للأسف البلاد معاش فيه وطنية تم تتعدي لو تم تتعدي عليه انا من جانب مهنته يعني كيف يتم تتعدي عليه من جانب مهنته تم التعامل معاه هو دكتور ما ليش شي علاقة بان انت معا فلان وانت ضد فلان انا كدكتور بتجيني حالة بنتعامل معاه هذا من جانب المهنية بالفعل ما نجيش انا نقول لا لا انت موجود داخل دوامك لا ما تتعاملش معاه هذا ضدي ضدي في السياسة لما انا نقولك دكتور لي ما كان يتم التعدي علي ووصلت يعني مرحلة التعدي شبهة وسطولي مرحلة الموت فخليت شخص هذا يقول انا مش حابني انا نقول ليبي اني خلاص يعني اول ما تكون صحتي تمام ونقدر اني نلطح هنطلع ومهما كانت بلادي مستحقيني مش هنرجع بسبب شني بسبب عصابات احيانا منيهاش عصابات اهي تكونت مؤخرا وهي كاميرا سعلي وصلت للشباب بالصوط انشحني انه احنا يعني شجعتهم اللي عم بفكروا يتركوا على الهجرة حيتركوا البلاهم حيتركوا فيلا يعني اسباب اللجوء كتير عشان تخرج من بلدك اما زي ما انت قلت اضطهد سياسي اضطهد فكري اسباب تانية كمان كتيرة جدا ممكن تكون الفقر يعني الناس مش لقية موارد عشان تعيش وده اللي كان قبل كده يعني تقريبا في السودان صح كده يعني السودان في فترة من الستينات الغرب الشابة السودانية تلقى تعليم الجامعي داخل السودان وبعدها يسافر تحديدا كان في اتفاقيات مع بريطانيا بحكم انها كانت سودان مصعمرة بريطانية فكان في تسهيل في سفر السودانيين اللي هي لتخصصات غير متوفرة في سودان في الطب والتعليم والهندسة عموما لكن اجت فترة حصل انقطاع اللي هي من السبعينات والثمانينات أصبحت العقول السافر ما بترجع لأنه مثلا طبيب في السودان الآن طبيب أخصائي أول أب روفصيل راتبه يكون أقل من خمسمية دولار أنا أقول الرقم بالدولار عشان إذا حكيناه بالدينيها السوداني متدني جدا جدا لكن من 93 اللجوء أصبح من السودان إلى كل الدنيا أمريكا بريطانيا غيره والخليط تحديدا بسبب الفقر الإنسان لا يقبل عن نفسه أنه يكون مهندس أو طبيب أو معلم ويتلقى راتب بسيط جدا جدا لا يكفي حاجته لا يكفي حاجته الشخصية والالتزامات العائلية فاضطروا فعلا عدد ضخم من الأسر كاملة هاجرت أشخاص هاجروا عقول هاجرت الآن المتابعة للأخبار الوزارة الصحة السودانية نحن أصبحنا مصدر للهيوم الرسورس الطبية الآن كل سنة قطر السعودية الإمارات غيره من الدول المجاورة بتجي سودان بلجنة عايزين أطباء ومع الأسف لما تشوف الإعلام في الجرائد بتلقي مطلوب عدد 250 طبيب أخصائي وكلهم بيطلعون كلهم بيسافرون لأنه كلهم كفاءات بس داخل السودان ما ناجئين الوسائل اللي يقدموا بها الخدمة اللي أعلن في السودان أنا أضف إنه الدكتورة اللي في ليبيا اتهدد أو اتدرب أو اتعوق نحن عندنا يوم 29 وضعنا أكتر من 6 أطباء وطبيباء ماتوا فقدوا حياتهم تماما ده على ما سوى الأطباء والناس لكفاءات أما الهجرة اللي هي للمجهول أو اللجوء للمجهول عدد ضخم جدا نعم بس انت عرف لفت نظر الحاجة دلوقتي لما ييجي الخلايجة زي ما أنت بتقولي أولا الخلايجة مش موقعين على التفقية اللاجئين ما موقعين ولا دولة أبدا يمكن قطر بقالها سنة يعني بتحاول تقول إن في لاجئين وكده يمكن الإجراءات تنفذ في الفترات اللي جاي لكن بالفعل ما فيش ولا دولة موقعين بس على فكرة بيدخوا فلوس برضو على اسم اللاجئين وهيدايرة بتلف يعني هم بيدخوا للغرب فلوس الغرب بتقول إحنا عندنا لاجئين منكو وإنتوا كنتوا أولا بهم وإنتوا مش موقعين فيدوهم فلوس وهل الفلوس بتوصل ولا لا دي حكاية تاني وبالنسبة برضو زي ما احنا قلنا في البداية حتى مصر لما فتحت باب اللجوء للسوريين النهاردة برضو بعملهم معلش في اللفظ سبوبة أن هتاخد عليهم مش المصريين طبعا الشعب يتعفف أو ما بيوصلوش حاجة أو لا يستفدش غير الثقافات اللي بياخدها من الشعب الشقيق والرحمة والود اللي بينهم ده أكيد لا يقدر بسمن يعني لكن أنا بتكلم في الحكومة اللي بتستغل موضوع اللاجئين قادي مصر بتستغلي ده كحكومة لكن أنت رفدت أن أصدري الحاجة طب لما الخلايجة يحتاجوا السودانيين ولا يفتحوا باب اللجوء وبيجوا ياخدوهم يمكن عشان أجورهم هتكون بسيطة أو كده أيضا بيستغل الشعوب طبعا الشعوب بتستغل الشعوب تستغل يعني أنا أديك مثال بسيط الآن لا يوجد في المملكة العربية السعودية أستاذ جامعي بكفاءة الأستاذ السوداني أو السوري أو يعني أنا أفتكر أنه منبع أو الهيومة الرسوسة اللي احنا بيوديها من السودان والدول المجاورة كبيرة جدا مثلا لدي صديقانا تعمل في جامعة الملك سلمان محاضر في قسم اللغات راتب هي من منظور الاقتصاد السوداني كبير 15 ألف ريال سعودي في نفس الوقت الطالبات اللي هي بتدرسهم السعودية بتمنح رواتب شهرية للطلاب ليش؟ بأنه أصلا هما ما عايسين يدرسوا مرفاهين لرفاهين لدرسين هتعلم لي بتقول لي يا نادية الطالبات أيوة مرتب بأنه يا أستاذ أنا ما عايسة أدرس وجع راس ليش نمتحن؟ الطالبة بتاخد مرتب من خمسة ألف لسبع ألف والأستاذ اللي هو معاه شهادات عليا وكفاءة ياخد ماكسيمة بـ 12 ألف وده بعدين إنك تشغل ساعات إضافية إجازات بسيطة جدا وعليك رقابة وجوازك موجود ماش معاك جوازك قاعد عند الوزارة التربية والتعليم ولازم تمشي في خط لا تمشي منه يمين ولا شمال وإلا أن تبرر البلد ففعلا مفترض إحنا كشعوب بنمدهم بمصادر تعليم وصحة وخلافه يكون عندنا إحنا كده نحن دربنا أن الدول دي أصلا ما عندهاش لجوء نعرف نحن كتير يعني شخصيا نعرف ناس ومنسمع كمان على وسائل السوشال ميديا يعني في ناس متل ما قالت أنه بتعرض نفسها للخطر البحر وقوارب الموت لحتى توصل لأوروبا عندهم اعتقاد أنه هاي البلدان هي الحل الجنة يعني على الأرض وفي منهم بيصطدموا بالواقع وفي منهم لأ بيقلك أنه لأ إحنا حياتنا مقارنة بالاضطهاد اللي كنا فيه أو العيشة بالفقر والاقتصاد المعدوم أفضل بكتير الحقيقة اللجوء هناك يعني هو صح إنساني وبيستقبل الناس لكن أنا عبشوف له من منظور تاني من منظور اجتماعي ومن منظور بعدين بعد 20 سنة 30 سنة كمان كيف هيكون الشباب اللي ما عندهم أسر غير متزوجين عم بيروحوا لهنيك بيقعدوا بمكان بيجبروهن أنه يتعلموا لغة وبيتفعوا لهم راتب كتير من الشباب عم يستسهل هالشي لأنه جاي من إحباط ومن يأس ومن معاناة فقالك أنا برتاح بتعلم هاللغة على أقل من مهلي وعم باخد أنا هالراتب من الحكومة هو لحاله ممكن بعدين يرتبط ببنت من البلد مثلا ألمانية سويدية إلى آخرية اللي ما عندهم أسرة هون نستمش كلتهم أكبر يعني مشكلة الشباب عم حس إنه في جزء وهي مشكلة ما بعرف إذا في إحصائيات أو ممسلط عليها الضوء في دراسة أو لا إنه الشباب عم يستسهلوا ما عم يشتغلوا غير منتجين ومخهم خلص وقف يعني ومالوا للاستراحة بالنسبة للأسر الوضع خطير عم بيكون للأطفال لأنه هناك عندهم السيستم بكل دول أوروبا عم بيحكي مثلا بالتحديد ألمانيا والسويد إنه بعرف أشخاص فيهم الطفل بيروح الصبح على المدرسة وبيرجع ساعة خمسة يدبوا يقضي مع أهله ساعة ساعتين بالكتير وينام شو الأفكار اللي عم تنزرع بهذا الولد كتير هنه بيحبوا الأسر يعني وبيسهلوا لجوء الأسر وخاصة اللي عنده أطفال لأنه هنه نعرف إنه هي قارة عجوز وعندهم السكان عم ينقصوا مش عم يزيدوا فبدن يستغلوا هذا الشيء لمصلحتهم أنا ما بدي يقول إنه هنه غير إنسانيين هنه إنسانيين وفي عندهم قوانين إنسانية ولكن خلونا نطلع من منظور تاني هنه كتير مستفيدين من الأشخاص يعني لو هنه حتى عم يدفعوا هنه مثلا بيدفعوا لتركيا بيدفعوا لدول تانية للاجئين وبيستقبلوا كمان هنه اللاجئين طيب شو ما صير هذا الجيل الأطفال هدول اللي عم يروحوا من الصبح للمساء طبعا بظل القوانين إنه ما بصير مثلا أمك أو أبوك يضربوك إذا فيه عنف عليك بتحكي معانا بيعطوهم أرقام وكتير من الأسر سمعنا فيها وشاهدنا تاخدت أطفالها منها طيب هاي لوين بعدين إحنا ماشيين يعني بعد 30 سنة هذا الولد شو أنت ماءه؟ شو هويته؟ لمين من تمي؟ لأي وطن؟ فعلا اللاجئين اللي بأوروبا أنا بعتبر يمكن 80% ضاء خلص ضاءت هوية العربية قوية ضاءت فقدت الهوية فأنا لومي على البلدان الثاني يعني مثلا هلأ بمصر أو بأي بلد عمل جأوا للسوريين معلش رغم كل الصعاب تمسكوا إنه ضلوا وحاولوا تتأقلموا وتندمجوا وتكونوا يعني ناس فعالين بالمجتمع مش عالي بس مثلا لومي على دول تانية ما عم تستقبل السوريين طيب هل أنتو محاسبين يعني أمام الله كأنتو كعرب وكمسلمين محاسبين على اللاجئين اللي عم يروحوا لأوروبا أعتقد نعم لأنه مصير اللاجئ بأوروبا بعد فترة هذا الجيل حيفقد الهوية العربية والإسلامية حتى كتير من الأطفال ما بيعرفوش تكلموا عرب دلوقتي يعني العرب والله بيصعبوا علي جدا وبعدين حتى الدول اللي بتفتح موضوع اللجوء لبناني يا جماعة لو تفتكروا قصة الطفل الليبناني وهي قصة من مئة ألف قصة طبعا اللي هو كان مسح للأحزية وفضل الشرطيين يجروا وراه يجروا وراه لحد ما وقع هو من على العمارة لحد النهاردة ما نعرفوش هالهم اللي ألقوه من على العمارة دي وهو اللي وقع بس قصة إنسانية صعبة جدا صحيح ودي بتقولك يعني انذار انذار بالخطر على الأطفال العرب اللاجئين بقى سواء السوريين أو الفلسطينيين هنا عندنا خمسة مليون فلسطيني مشتتين في بقاع الأرض خرجوا من بلادهم وكمان إيه مالهمش حق العودة شايفين يعني يعني قمة قمة الوحشية مع الزول مع الزول الزول طبعا دي كلمة جميلة جدا كلمة أنا عايز أعرف الزول السوداني نهارتي هو في كم بلد لاجئ تقريبا تقريبا خلينا نحسب الدول يعني تركيا مصر احنا عندنا أكثر من ثلاثة ونصف مليون سوداني موجودين في مصر ثلاثة ونصف مليون أيوة من أيام مبارك عدد كبير بس كلهم ما لاجئين يعني فيهم مهاجرين متملكين موجودين لكن بعد انفصال الجنوب عدد اللاجئين ذات اللي هو الناس الآن موجودة في مصر بتعرض لأسوأ أنواع المعاملة بسبب لون بشرتهم كمان لأنه عنصرية هم موجودين في مصر كمحطة جزء منهم الأمم المتحدة بتطلب منه إنه تعال مصر لأنه المكتب هناك شغالوا فيه خدمات بيجوا كعائلة فموجودين في مصر موجودين في بريطانيا في أمريكا في كندا في هولندا الشعب السوداني أصبح زي الشعب السوري موجود في كل الدنيا لكن اللاجئين فعلا طالبين لجوء غالبيتهم موجودة في مصر موجودة في ليبيا ما وصلوا للأسكيمون لأنه في سوريين وعوائل وصلت لقطب الشمالي الحمد لله الحمد لله إنهم ما وصلوا لكن حتى لأخر الدنيا أما أنا من وجهة نظرية أنا بفتكر السودانيين المتويدين في منطقة الخليج هم لاجئين أحنا لو أحكينا من شوي النقطة يعني اللي شدتني إنه لما قلت يعني أي حد يعني من سودان يمشي بسبب موضوع الفقر لو نجيلي دولة زيليبيا دولة زيليبيا يعني في كل إمكان أنت تحط رجلك فيه تحتك نفط ونفط بعد التورة كميتة زادت هائلة يعني في ناس تم تطليعهم يعني جي طلع من إمكان سكنة لأنه هو ساكف إمكان في مصد بحيرة نفط وتم تعويضها دولة زهادي فها كمية النفط يعني لا يوصف هاي النغمة نغمة نغمة هاي نغمة كبيرة نغمة كبيرة بالفعل في الوقت الحالي طبعا هذا اللي صاير لو أنا نحكيت على الفترة السابقة لما كان الوضع يعتبر نوعا ما تمام أنا نجيلي دكتور نلقى يتقاضى ما نبيش نقول بالدولار لأن الدولار كان مستوى متدني في ليبيا نجي نقول بليبي خمسمية أو مش خمسمية كان ميتان وخمسين مرتب لأسرة ميتان وخمسين ليبي تمام سكن أوكي يعني ما فيش موضوع في ليبيا الشي اللي فائد إن الدولة الوحيدة لا تدفع في كهرباء ولا تدفع مية ولا أي فتورة أنت عايش ما تدفعش فواتير السكن هذا ما فيش حد ساكن بالإيجار كل الشعب ساكن في ملك فلما نجي نعطيه ميتان هو دكتور ويجي عرض فهو مش حي يستنى بيجي يحكي معك بيقولك أنا سنين نقرأ بعد سنين هذا كله في دولة زهادة نفطية نجي ومع هذا مش هيكي بس دولة نفطية الإمكانيات داخل المصحات من جانب الصحة من جانب التعليم ما فيش إمكانيات فتقى طول يتجه إنه هو يمشي لأي دولة حتى إنه هو يدرس أو إنه هو يكون دكتور يزاول مهنة فهذا الأكتر من مواضيع اللي في الوقت الحالي حتى الشباب اللي طالبوا الهجرة وهل عدد كبير من الشباب فيه اللي غامر ومرجعش لأن المغامرة هذي مش معروفة هي فيه حاجة يعني أما أنت حتكون مليكش عودة بكل أو توصل غادي فيه أني نعرف ناس شخصيا توصلت معه واصلي للدول الأوروبية قاعدوا شهوري عنه أولا عندنا حني مشكلة ليبي بعض المشاكل اللي صايرة أصبح يصنف إرهابي يعني أي ليبي طالع من في الوضع الحالي فأنت عندك مشكلة عندك مشكلة كبيرة تجد روحك أنه أنت قيد تحقيق يحقق معاك تفتيش حتى في موضوع على التليفونات أي صورة كانت موضوع جبهة حتى في أنت وعندك صورة شخصية مغيرة نحن نعرف أن أي حد عندها لحية مع تابرينا ضمن تنظيم الدولة فأصبح الموضوع هذا مشكلة بس عدد كبير من الدول أصبحت ليبيا أمريكا الليبيين ممنوعين أنهم يخشوا أمريكا في دول كبيرة أصبحت دخولها ليبيا بلا تأشيرة مصر مصر يعني لو الموضوع السياسة حكم يعني لو تجيني شخصية أنا من الناس اللي مقدش يخش مصر بحكم موضوع للسياسة وينصم بين حفتر وبين الطرف الثاني أنت مع مني أنت لو وصلت مطار مصر ونعرفت فلال فلاني تشتغل كده 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 أنت مش رح تخش أنت حتكون قيدة تحقيق وحيتم تحويلك مباشرة إلى الشرق فلما نجيلي دولة زهادية لا واللي أكتر يضايق في الموضوع أننا نحن عندنا قصة هذه قصة كانت معروفة جدا صارت بعد التورة تورغة تورغة مدينة معروفة بسبب أن عدد بسيط جدا من السكان كانوا مطالبين أنهما بنظام القدافي وما يبوش أنهو القدافي يطلع تورغة صارفها موضوع عملية تهجير تم مسح المدينة بالكامل وتم مسح المدينة ومشيك بس أن السكان دروهم مخيمات تخيل يعني أنت في بلادك موجود في مخيم في وسط بلادك يتم تهجيرك من مدينتك اللي هي طبعا تورغة تبعد بمسافة طويلة بينه وبين العاصمة ترابلس يتم تحويلك من تورغة حطك في العاصمة حطك في مخيمات أكثر مواطنين عانوا في ليبيا فترة الأمطار فترة الشتاء بشكل عام لما يصير قصف يعني هلبة من الناس هماء فيه اللي ماتوا والدولة عندها امكانيات تعطي دولة زاليبيا رغم الظروف كل شيء ان هي قاعدة تعطي تعطي لدول تلقاها لما تجي تخش تشوف ليبيا في حداتها وتشوف العاصمة متاحة انت تتضايق عليها هاي أسوأ انواع الرجو انك تغذير الشخصي انك تكون لادئ داخل بلدك هذا أسوأ لا ونازح انت اليوم مش مفريك حتى ما كان نزح توفي الفترة هي نعرف ان قصة الحرب الطولت أكتر وزاد الموضوع العنف تم تدمير عدد كبير من المناطق داخل ليبيا فأنا نجي نحط عائلة بالكامل داخل مدرسة الطفل في حداتها مش عارف إذا كان المدرسة هي المكان اللي يتعلم فيه أو هي المكان اللي يصبح ويمسى فيه بعد فترة الجيل هذا شين حيعطينه يعني نجي لي طفل عمره ستة سنين يحكي معاك معاناة انت تتفاجأ هذا عمره ستة سنين أو خمسة سنين يحكيك لا تتوقع منك لأن العطاء متبادل يا مسار العطاء متبادل إذا البلاد ما عطتك الأمان أولا أنت ما حتكون عندك لا ولا ولا عندك حب حتى لبلادك يعني وكيف حنبقوا البلاد ما حتنبلي النقطة اللي بعد كده طوالت انت بتفكري في اللجوء أنه أنا طالما داخل بلدي أبسط مقومات الحياة ما متوفرة بالفعل اللي هو بيشير خمسين شخص أما العصابات الله لا يكسبوا بيخدوا فيه تمنمية أو مرات نص مليون أنا أفضل أموت في المجهول احتمال أوصل واحد بالمية واحتمال ما أوصل تسعة وتسعين بالمية على أنه أكون لاجئة داخل بلدي هاي فإذن الزوح يعني النازحين أو اللاجئين داخل بلدي فعلا يعني مو بس أنه كيف بدي أنا أنتمي لبلدي أو أنه بلدي ما عم تعطيني في مشاكل فعلا حقيقة عم تصير لأنه الأعداد كتير كبيرة مثلا بسوريا عم ينزحوا من الأرياف مثلا من أرياف من الغوطة من ريف حمل حاليا وعم يجوا على المنطقة المحررة ريف إدلب ما عد تستوعب يعني في مخيمات أصلا خمس مخيمات فيها نص مليون جاها نص مليون كمان في وهاي الوضع طول يعني هدول اللون أكتر من الثورة إلا أكتر من خمس سنين عم ينزحوا ما زالوا عم ينزحوا مشاكلهم كتير كبيرة يعني غير مشاكل تأمين الاحتياجات اليومية هاي اللي هنه عايشين أصلا على التبرعات الأكل والشرب والتدفئة والمي عايشين على التبرعات في أمور تانية يعني وكتير خطيرة مثل التعليم يعني كل الأولاد اللازحين هدول اللي اللاجئين ببلدهن فقدين فرصة التعليم العدد كتير كبير الإمكانيات قد من كانت منظمات عم تدعم ما عم تقدرت يعني تكفي الاحتياجات في مخيمات ما زالت ما فيها تعليم أنا اتفاجأت كتير بكذا مخيم منقدم له نحن إغاثة حكيت مع الشخص اللي بيساعدنا بالإغاثة أنه بس عطيني أعملي تقرير بسيط عنها الأطفال هدول بيعرفوا يقروا بيعرفوا يكتبوا عمل تقرير بسيط الأطفال من عمر ست سنين لعمر أربع عشر سنة ما بيعرفوا يقروا ولا يكتبوا أربع عشر سنة أربع عشر سنة لأنه هذا من سبع سنين قدي كان عمره طلع من المدرسة قال لي أقرب مدرسة في منظمات أمن مدارس أقرب مدرسة لهذه المخيمات تبعد عشرة كيلومتر فكتير صعب أنه يروحوا ويرجعوا فطب هدول قنابل موقوطة هدولوا بعدين شو هيصيروا يعني على الأقل لتقول له ما علش يعني لو إحنا التبرعات على قد إمكانياتنا نعمل يا سيدي مو مدرسة كتاب بس نعلمهم القراءة أو الكتاب القرآن أخلاقيات أي الشيء يعني يتعلموا بس يستفيدوا فقديش كمان يعني أمور مهانوية كتير طبعا كتير بصراحة الكلام عن وضع اللاجئين وكده بيوجع القلب جدا وطبعا لما أنت اتكلمت في المخيمات المخيمات دي وضعها وضع تالي خالص ناس يعني بلا مأوى في الشتا حاسين بكل نقطة بتنزل عليهم برد شديد في الصيف نفس الكلام تعبنين جدا يعني بيمدوا قديهم رغم أن هم على فكرة في أسر كتيرة جدا من اللاجئين دول كانوا أصحاب عقارات وشركات وحاجات في بلادهم في منا أصحاب مزاري أصحاب أراضي بالضبط يعني حتى من ضمن الحكم اللي احنا بنتدواء ارحموا عزي قواما صحيح طب شو الخيارات الخيارات ما هي أهو ما عندوش خيارات بس هالفكرة برضو يعني نادية قالت جملة حلوة قالت أنت ممكن تكون في بلدك وعايش لاجئ هم وصلونا لهذه الدركة يعني حكام العرب النهاردة الضمير بقى معدوم الضمير فحلا مصفر عندهم مصفر سفر وصلوا للشعوب حتى على فكرة للشعب السعودي الآن كتير منهم بيسيبوا البنات شفتوا البنات بتسيب البيوت وتمشي خلاص عايزين يروحوا أي مكان تاني التضييق الفكري وعدم قبول الآخر والتضييق السياسي والتضييق في التعبير حتى أنه يعبر عن وجهة نظره أصبح النهاردة مش مكفول في بلدنا بلدنا غنية زي ما أنت قلت فيها بترول وفيها 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 وربنا سبحانه وتعالى حبها بصروات ضخمة جدا ومقدرات كل بلد عربي تبني دول تانية غربية لكن الفكرة أن أنت ما فيش بلد العدل ما فيش توزيع الصح وكل ما تنادي بالعدل أنت بتوصلي لمرحلة أن أنت متغضة وخلو ما لاجئت وهذا حتلاقي حرية التعبير هي دي الفكرة حتى لو لاجأتي لبلاد العدل لأوروبا ولبرة وكان في عندك حرية الرأي وحرية التعبير وإنسانيا استقبلوك هي بلد القانون ولكن اجتماعيا أدي خسره صحيحا يخسر أدي حنخسر لا خسرنا يعني أنا أتكلم مثلا عن عائلات السودانية حتى مش اللي كانت لاجئة اللي هاجرت يعني وإحنا كشعب سوداني الأسرة عندنا عندها قيمة كبيرة جدا فواجهوا الآن الآن إحنا عندنا جيل كبير جدا عدد كبير يعني اللي هو في أوروبا أمريكا كندا وغيره فقدان للهوية تماما وصلوا مراحل يعني في أسر أبناء بيهددوها إنه إذا تكلمتم معايا نس كلمة أنا حاسب ليكم البيت مش كده بس هابلغ عنكم يخبروا بي وحصلت يعني وخلت عدد من أسر يهدوا قرار إنهم يهربوا من الهجرة العكسية يرجعوا للسودان رجعوا للسودان التأقلم كان صعب جدا جدا يعني لا يمكن إنه عائلة كاملة تم 30-35 سنة في واحدة من الدول الأوروبية حتى الأم والأب اللي كانوا مشوا هم يعني أعمار كبيرة منهم الصغيرة التأقلم صعب جدا جدا نحن الآن بنفق الجيل كبير عدده كبير مؤثر صحيح يعني حتى ولو تعلموا وصلوا يعني في ناس يقول لك والله في سودانين الآن شغالين في وكالة ناسا صح يعني أنا شخصيا عندي صديقة بتشغل في وكالة ناسا ولكن هيا بسلام من الدرام موجودة ولكن ملاقشة بلد أيوة ولكن أيوة ولكن إنه العقول عدد بسيط العدد الضخم من الأجياليات العربية المسلم الموجودة هنا شوية شوية بتتحلل يعني بحصلات التحليل بمعنى مش تحليل اللي هو هاويتها بتدوب بتدمجوا زيادة دوابان من هاوية خلي بالك كمان الدول اللاجئين اللي طالعين بقى من نزاعات مسلحة ده ده حكاية يعني مثلا السوريين طبعا لكن كمان العراقيين ما ننساش أنهم على مدار ثلاثة عقود متتالية من أيام تمانين لتمانية وتمانية حرب بإيران والعراق الناس دي هجروا بشكل شبير جدا وبقوا لاجئين في أكتر من دولة الأفغان كام 2 مليون ونص لاجئ في العالم يعني بس إحنا يمكن في نقطة ما بعرف عند السوريين ما بعرف عند الباقي إنه لما منهاجر تأقلم تأقلم واندماج ومننسى يعني الهوية أنا كتير بيعجبني مثلا الأتراك في ألمانيا من زمان يعني هنم مهاجرين ولكن بيحافظوا على لغتهم بيحافظوا على لبسهم الموجودين بألمانيا والنمسا يعني في أتراك لسه بيلبسوا لبس التركي يعني ما ندمجوا لسه بمحافظين على الحجاب وعلى اللغة الشركة مثلا حتى لو ندمجوا بباقي بس لغتهم مهم إنه يتعلموا لولاد لغتهم نفس الشي الأكراد هلا أنا ما عم بيحكي على العنصرية ولكن أو إنه واحد يتمسك بالعرق تبعه لكن يعني لما نحن كمسلمين خلينا نقول بلنا نقول مثلا سوريين رحنا على بلاد مضطرين مضطرين وقدمت لنا الحقيقة عطتنا حقوق بس ليش ما يكون في وعي لدى الأهالي إنه حنظل محافظين على الهوية الإسلامية خلينا نقول الأسرة الأم والأب الهوية العربية الإسلامية الأم والأب وكيف العادات وتقاليدنا لهجتنا كلامنا لأنه اللغة العربية لأنه هي لغة القرآن نتمسك فيها فبدي يكون يعني الأهل كتير واعيين أو يكون فيه ودبالكو أنت كمان قلت حاجة جميلة قبل إن اللاجئ لابد إنه هي يعلم جيدا حقوقه كلاجئ كمان مع ده مع الحفاظ على تراثه وهويته ووضعه ولغته وعرقه ودينه وكل شيء كمان يعلم إيه اللي ليه وإيه اللي عليه إيه اللي عليه يعني إنت خلي بالك ما تعشش كده إنت لاجئ وهما إنت لك يعني مستحقات لابد إن إنت تحصل عليها وخصوصا مع بلد بتقول إن أنا بتعامل بالقانون اللي ليه ولي عليه لسه اللي عليه أكتر كمان إحنا عندنا مثل يا غريب كون أديب صحيح لازم يعني كمان يكون فيه كتير توعية إنه إنت كمهاجر أو كلاجئ تعطي نموذج حلو كتير يعني وتفهم قوانين البلد فإنت لما بتروح لبلد مثلا بلد صباحية بيناموا الساعة 8 بالليل خلاص نايمين ما فيه داعي إنت تسهر وتزعج وتزعج الجيران تعلم يعني قوانين هالبلد اللي إنت لاجئت له وعم تعطيك حقوق أكون مثلهم يعني فيه اندماج مطلوب اللي هو أنت تعرف القوانين تندمج بالمجتمع احترام يعني نعم نقول دوابان احترام تحافظ على هويتك ولغتك وعاداتك لكن اندمج بالقوانين وكيف هنا بيتعلموا هم يصير العكس إنه بينسى اللغة وبينسى عادة